مرحبا بكم أختي في هذا الفيديو الجديد الآن بعد أن حملنا التطبيق للألفا تيستينج هذه هي النسخة الأولى Virgin 1 الآن نحن بحاجة للضبط Closed Alpha Testing تالي سنضيف مستخدمين وبشكل مفرد من خلال العنوان البريد للكترون الخاص بهم وبالتالي فقط هؤلاء الأشخاص لديهم قدرة على اختبار البرناوج إذن أضغط هنا على Setup Closed Alpha Testing كما ترون هنا حصن على Test Loser كنت إنشاء List جديدة أضغط هنا أكتب اسم اللائحة List وهنا نضع Email Testers قمت بإنشاء Tester Email فما ترون أضغط هنا هذا الإيميل anbalarabi adgmail.com تالي أحتاج لتفعيل هذا الإيميل إذن نأتي هنا وأقوم بتفعيله أيضا هنا نجد رابط Optin والذي يتوفر عندما نقوم بنشر التطبيق الآن أضغط على Save Draft هنا التطبيق تم حفظه أي أن التطبيق قد تم حفظه تالي أصبح بإمكانة نشر هذا التطبيق إلى الألف لكن إذا ذهبنا إلى كل التطبيقات هنا سنجد هذا التطبيق من Dizer in Apportes Demo الذي قمت بتحميله أضغط عليه كما ترون هنا لا أستطيع نشر هذا التطبيق وذلك لأنه يتوجب علينا ملع هذه بالمعلومات اللازمة إذا هنا قمنا بتحميل APK وأيضا ضبط التستنك الخاص بالتطبيق لكن نحتاج أيضا لتحميل بعض مصادر الصور أنا أذهب إلى Store Listing هنا نحتاج لكتاب توصف مختصر Short Description للتطبيق وهنا نصف مميزاته أيضا هنا يجب كتابة Graphic Assets لتحميل هذه Graphic Assets أنا نأتي هنا نقوم بتحميل هذه المعلومات أبدأ بتحميل بعض الصور أذهب إلى الإيمجز الموجودة في الـ Unity Project أنا سأضيف بعض الـ Screenshot وبعض الصور هنا أضفنا أول Screenshot أضغط هنا وأضيف صورة أخرى وهكذا كما ترون أقوم بإضافة أكثر من صورة الآن انتهينا من إضافة Screenshots هنا سنضيف High Resolution Icon أو Resolution Images حجم هذه الأيقون بشكل أساسي هو 512 بالتالي أختار هذه الأيقونة وأفتحها بسط الفوتوشوب حتى نعدل الحجم إلى الحجم المطلوبة هو 512 أذهب إلى الإيمج يمكنكم استخدام أي برنامج آخر لتعديل الصور ليس فقط للفوتوشوب اختاري Image Size أن نستطيع تغير حجم الصورة إلى الحجم الذي إروده أضع 512 هنا وأقوم بالSave ثم أضيفها أيضا نحن نحن بحاجة لإضافة Feature Graphic ذات الحجم المحدد بـ 1024 لنعرض 512 طول أذهب ونختار هذه الصورة أفتحها في فوتوشوب أغير حجمها إلى الحجم المطلوب ثم أحفظها بصغة الـ .png وأقوم بإضافته هنا يوجد لدينا البرومو فيديو في حال توفره نضيفه أختار نوع تطبيق Application Type هو Games بالنسبة للكاريغوري أختارها Simulation وفي الـ . الـ . وهنا كتبنا تفاصيل الاتصال للموقع ويبسايت الإيميل وأيضا رقم الهاتف أنا أفعل هنا Not Policy أحتاج لكتاب Description هنا سأكتب A complete project demo for in-app purchase using Sumla أيضا هنا أقوم بكتابة نفس الشيء لكن سأضيف بعض التفاصيل This demo supports in-app purchase across your intergame هذا الرائع الآن أضغط على Save Draft لحفظ التعدلات التي أدخلتها أذهب هنا إلى Content Rating أضغط على Continue تتجوى وضع الإيميل هنا لدينا Up Category كما ترون هنا لدينا Game لأن هذه الخيار لا أدعي لها في Google Play والذالي أختار No نتبه إلى هذا الخيار نحن بحاجته أضعه Yes والآن Save ثم أضغط على Calculate Rating الآن وأضغط على Appling من أجل التطبيق حسنا الآن أذهب إلى Pricing and Destruction أحدد هذا التطبيق بأنه مجاني free هنا لدينا بعض بلدان العالم سأحدد الجميع All أيضا هنا أفعل هذين الخيارين هنا يسأل Does Your Application Have Ads؟ هل تطبيقك يحتوي إعلانات؟ نعم سيكون لدينا إعلانات بتالي أختار Yes It Has Ads إذن سنقوم بحفظ التعديل أضغط على Save Draft بعد أن نقمنا بالحفظ سنقوم بنشر التطبيق أذهب إلى l-applicate كما ترون هنا l-optin URL الآن أضغط على Publish App حتى نحصل على l-optin URL أعود مرة أخرى إلى التطبيق كما ترون هنا أتطبقه في حالة انتظار أن نشر Bending Publish وهذا ربما يسارق بعض الوقت أحيانا يسارق من ساعة إلى خمس ساعات حتى يتم نشره بعد أن تهينا من هذا نجد l-optin URL والذي تمكن من حصول عليه بعد أن قمنا بنشر التطبيق في النهاية سنتظر التطبيق إلى أن يتم نشره شكرا لكم على المتابعة وعراكم في الفيديو القادم وإلى اللقاء